هذا وعقدة اليوم في مقر وزارة الدفاع بمعسكر بيت الفلج جلسة مباحثات رسمية بين كل من معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيني الوزير المسؤول عن شهون الدفاع ومعالي جافين وليامسون وزير الدفاع المريطانية تم خلالها استعراض علاقات التعاون في المجال العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها كما تم بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بعد ذلك جرت توقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة السلطنة ممثلة في وزارة الدفاع وبين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ممثلة في وزارة الدفاع تتعلق بإعارة عدد من الضباط العسكريين العمانيين من مختلف الأسلحة بقوات السلطان المسلحة للعمل في أسلحة القوات المسلحة البريطانية وذلك كما هو معمول به بالنسبة للقوات البريطانية وبهدف تبادل وكسب المهارات والخبر بين الجانبين الجدير بالذكر أن إعارة الضباط العمانيين تتم لأول مرة بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر